السلام عليكم تثير الاغتيالات المتكادرة في العاصمة المؤقتة عدن ضد أئمة وخطباء المساجد ورموز المقاومة تساؤلات بشأن الجهة التي تقف وراءها وسط مخاوف متصاعدة من أن يؤدي ذلك إلى الدفع بالمدينة المحررة إلى سيناريوهات وتذاعيات كارثية أحدث هذه الاغتيالات كان ضحيتها إمام وخطيب جامع أثوار شوق كمادي في مديرية المعلى وكمادي هو قيادي بارز في حزب الإصلاح بعدن حيث رأس دائرة التنظيم والتأهيل ردود الفعل الغاضبة إذا هذه العملية تصاعدت بشكل كبير حيث خرج وزير الشباب والرياضة نائف البكري معلقا في صفحتي على فيسبوك أن هناك مخطط لتصفية عدن من رجال مقاومتها ورموزها داعيا إلى هبة شعبية ضد من أسماهم بالإرهابيين الجدد بالمناسبة يعد نائف البكري أحد أبرز قارة المقاومة الشعبية في عدن وكان له دور بارز وكبير في تحريرها من ميليشي بحثي وصالح عقب ذلك تم تعيينه محافظا للمدينة في يوليو 2015 وحتى سبتمبر من نفس العام عملية اغتيال كمادي سبقت عمليات مماثلة كثيرة استهدفت آئمة وخطباء مساجد في عدن منذ العام 2016 كانت البداية في الرابع من يناير حيث اغتيل علي الشيخ علي عثمان الجيلاني أثناء خروجه من مسجده بعد أدا صلاة الفجر في منطقة كريتر وفي نهاية الشهر ذاتي اغتيل الشيخ سمحان عبد العزيز الراوي وهو إمام وخطيب مسجد ابن القيم حيث عثر عليه مقتولا في منطقة الصولبان الشيخ الراوي هو أحد قيادات المقاومة الشعبية في عدن وكان له دور بارز في تصدي لميليشيا الحوثي وصالح أثناء اشتياح عدن وكان عضو مجلس محلي في منطقة البريقة وداعي السلفي بارز في الثامن والعشرين من فبراير من نفس العام اغتال مسلحون رجل الدين السلفي الشيخ عبد الرحمن العدني أثناء خروجه من منزله متجها إلى المسجد في منطقة الفيوش شمال عدن كان العدني يتولى الإشراف على دار الحديث الديني في الفيوش وهو مركز تعليمي يضم طلابا محليين وأجانب في الخامس من يوليو اغتيل الشيخ عابد مجمل خطيب جامع الفاروق بحي الشيخ عثمان وبعده بثمانية عشر يوما اغتال مسلحون الشيخ عبد الرحمن الزهري إمام جامع الرحمن بمدينة المنصورة وقالت مصادر حينها إن الحادث وقع بعد خروج الشيخ من المسجد وأن الجناه استخدموا مسدس كاتمر للصوت في الخامس عشر من أغسطس حدث اغتيال الشيخ صالح حليس القياد في حزب الإصلاح بعدن وهو خطيب جامع الرضا في المنصورة وفي العاشر من أكتوبر من العام 2017 اغتيل الشيخ ياسين العدني إمام وخطيب جامع مسجد بن زايد في انفجار عبوة ناسفة بحي عبد العزيز عبد الولي وبعده بثمانئة أيام فقط اغتيل الشيخ فهد اليونسي وهو إمام وخطيب مسجد الصحابة بالمنصورة وبعد عشرة أيام اغتيل الشيخ عادل الشهري إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص في مدينة إنما السكنية بعد عشرة أيام من الحادثة هذه اغتال مجهولون الشيخ فايز فؤات إمام وخطيب مسجد عبد الرحمن بن عوف في حي التقنية بمديرية المنصورة أيضا وفي التاسع من يناير من العام 2018 اغتيل أيمن بايمين إمام مسجد العادل في مدينة إنما السكنية وبعد خمسة أيام اغتيل عارف الصبيعي وهو إمام مسجد الرحمة برصاص مجهولين في مدينة المنصورة بالنسبة لمسارح القتال القتل في مدينة عدن فقد تصدرت مدينة المنصورة قائمة هذه المدينة حيث شهدت مجمل الأحداث المسلحة والفوضى الأمنية وكان لها النصيب الأكبر من هذه الاغتيالات الممنهجة تليها مدينية الشيخ عثمان بالإضافة إلى شارع التسعين وجولة كانتكس بالنظر إلى دور السلطات الأمنية إذا هذه العمليات ستكتشفون أنه لم يكن عند المستوى المطلوب فقد أعلن القبض على منفلي بعض العمليات لكن لم يعلم مصيرهم كما لم يعلن عن أي نتائج بشأن التحقيقات وسط اتهامات للسلطات بالتقصير